لنشوف أنه أحيانا الأمراض أو الاضطرابات الشخصية أو العقلية أو النفسية أو العاطفية أو أحيانا تكون مشاعرية في عندك منتل، سيكولوجيكو، برسنل، واموشيكو هذه مش بضرورة يكون شخص عنده أي حالة من هذه لكن بسبب ظرف معين أو صدمة معينة حرب، خوف، اغتصاب فقدان حبيب بيصير معه اكتئاب، ديبريشن فيه ناس بسمون بيقولوا صار معه بيرن أوت هذه مثل الديبريشن، مثل الاكتئاب لكن أكثر في مجال العمل، الناس اللي بيعملوا بالآخر بيوقع الانكزايت هو المرض النفسي الأول الأكثر شيوعا في نورث أمريكا القلق وعند النساء أوقات بقولوا لا أكثر هو الاكتئاب لكن عموما القلق من مننا اللي يعاني من القلق ومن الهم فهيدي مش أمراض، لكن حالي ممكن إنسان يوقع نتيجتها وأوقات محتاج أن يفكر يشوف ليش وقعت، يغير ظروفه ولحتى يطلع منها، وأحياناً بيحتاج الإنسان لبعض الأدوية لأنتي ديبريسن ضد الكآب أو بيسموها يعني بتعدل المشاعر، فمش غلط، مش عيب إن الإنسان يلجأ لعلاج، لكن العلاج بالدواء لا يكفي، مثل شخص مثلاً عنده سكري، فإذا أخذ دواء السكري لا يكفي، وليزم وقف أكل السكر، فلليزم لتنين مع بعض، نفس الشيء نحن لازم إذا فيه هيجان في الداخل، اكتئاب، المكتئب ممكن يفكر بالانتحار، مش ضروري يعملها، لكن يشعر لا معنى لوجوده ولا لحياته وتأثر على كل علاقاته، فإذا كان وصل للحالة المرضية والطبيب يقرر لازم يأخذ الدواء، لكن دائماً علاج المسببات ونمط الحياة العملية والروحية هي اللي بتساعد إنسان يرجع يطلع منها إذا كان إنسان عنده مرض مزمن، مرض عقلي، أحياناً هذا الدواء يساعد على تعديل واستقرار الإنسان، لكن لما بوقف الدواء بيرجع لأنه موجود، فهو قد فيه علاج مدى الحياة وهذه الأمور مش هو نفس الإنسان بقررها وياها ما شفت أشخاص، بقول أنا خدت الدواء، أنا صرت كتير منيح، لكن ما بدي أعتاد عليه وقررت وقفه هاي الإنسان بس يؤسس لانتكاسة أخرى، فبقول لحبيرنا، تماماً، بقول لحبيرنا ما فيك أنت تقرر يعني هالموضوع الآن في أطباء يمكن يبالغوا بإعطاء أدوية كتيرة ولها تأثيرها السلبي، لكن ما تقرر أنت من زادك لأنه بتصير نكسة أوقات أصعب اشتركوا في القناة